أحباء المشاهدين رح يفيكم بحلقة جديدة من برنامج بلا قيود ميلاد مجيد لكل الأشخاص يلي عيدوا عيد الميلاد لأي مدى كل واحد مننا مستعد أن يروح حتى يكون معنا حق شو مستعدين نعمل حتى يكون الحق معنا إذا نحن قدام خيارين واحد منهم بس ممكن يكون لمصلحتنا إذا عم نحاول نحل مشكلة عائلية وكل واحد عنده رأي مستعدين نستخدم مش بس العقل مرات الحيلة مرات التلاعب العاطفي حتى يكون رأينا مسموع ومقبول على أمل أنه بالنهاية يكون معنا حق أو حتى على أمل أنه ما حدا يعرف أنه ما كان عندنا حق فيه لزة فيه طعمة حلوة للانتصار فيه شعور بالقوة لما يكون معنا حق مرات فيه شعور بالتفوق خطير بخلينا نتعامل بكبرية مع الآخرين لما بيكون معنا حق وإذا ما عندنا تواضع أو إحساس بحالة الناس يلي حولنا هذا التواضع إذا عندنا تواضع لما يكون معنا حق بيذكرنا دايما أنه رح يجي وقت ونحتاج للرحمة نحتاج للنعمة خاصة لما نقع بالغلط لما منغلط لما منتجهل كل شيء بيدلنا على الحقيقة لما ما منقدر نتمسك بالحقيقة بسبب ضعفاتنا لما منوقع نعرف أدايا بهيدا الوقت ممكن الحقيقة تكون أسي ووحدة النعمة هي يلي بتقدر تحس فينا ويلي منحتاجه أكتر من الحقيقة بهيدا الوقت هو النعمة ليه؟ لأنه النعمة ما بتحسبنا بحسب العدالة يلي منستحقها لكن النعمة تتحمل غلطنا بمحبة كلنا منقول أنه الحقيقة آسية وهيدي الحقيقة الحقيقة آسية لأنه ما بتتنازل الحقيقة ما بتتنازل وما بتتراجع وما فيك تخلي الحقيقة تغير رأيها وما فينا نقنع الحقيقة أنها تكون شيء غير الحقيقة الحقيقة قدام القانون قدام المحاسبة بتخلينا نتخبى ونهرب لما منكذب ومنعرف أنه كذبتنا انكشفت شو منحاول نعمل؟ منحاول نهرب من وجه الناس يلي عم بيواجهونا بالكذبة مرات منهرب من الكذبة لكذبة تانية لكذبة أكبر ومنظل نكذب حتى ما منعود نعرف مين نحنا أو شو حقيقتنا منصير مخبيين حتى عن نفسنا لأنه القانون جامد ما بيرحم والمحاكمة آسية ومخجلة المحاكمة بتوجهنا مع ضعفاتنا مع أغلاطنا تخلينا نشعر بالعار أنك تعترف لشخص أنه أنت سرقته أو لما تعترف لشخص أنك خدعته هذه لحظة حقيقة مرعبة لأنه ما منعرف لين ممكن توصل لهيك كلنا منتجنب نقول الحقيقة كلنا منكسر القانون ومنكسر القواعد قواعد المحبة قواعد الصداقة العلاقات الحميمة منحط مجهود كبير أنه ما حدا يعرف أنه مش قادرين أن نعيش بحسب القانون بنبذل مجهود كبير حتى ما حدا يعرف أنه مش عم نعمل الحق لأنه منعرف أنه كسر القاعدة كسر القانون له ثمن لكن شو بيصير لما منشعر أنه الشخص يلي عم يواجهنا بيعني أمرنا لما منحس أنه المواجهة هي مع الشخص تعني علاقته معنا هذه العلاقة بتعني أكتر من القاعدة أكتر من الأنون يلي انكسر أكتر من الغلطة يلي عملناها وعنده استعداد أنه يتحمل معنى ثمن الغلطة إذا خيك أو صديقك أو زوجتك أو ابنك تعني العلاقة بيناتكن أكتر من لحظة الضعف يلي خلتك تخدع إذا علاقتهم معك أهم بكتير من اللحظة يلي أنت كنت فيها ضعيف وتصرفت بأنانية عملت مصلحتك أو عملت شهوتك على حساب المحبة وعلى حساب الأماني أهمية العلاقة بتخليون يغفروا أهمية العلاقة واحدة بتخلينا نغفر الضعف ونحاول نرفع الشخص يلي ما قدر يكون قد الحملة يلي بتحط علينا الحقيقة الحقيقة بتحط علينا وزن كبير مرات نحن مش قدة غفران الضعف حتى غفران أعناد القلب غفران الأنانية والكبرية هيدا عمل ما بتقدر عليه إلا النعمة النعمة مش بس بتصلح الموقف الغلط أو بتعفينا من دفع الثمن النعمة إلى عمل أكبر بكتير لأنه واحدة تفتح قلوبنا تعطينا قوة أنه نواجه الخوف يلي جوادنا وبتعطينا شعور بالأمان حتى نعيش بصدق حتى نعيش بحرية الصدق الصدق في حرية الكذب فيه استعباد الزيف فيه استعباد والنعمة واحدة تعطينا فرصة وبتعطينا قوة حتى ننضج الحقيقة هي فرصتنا الوحيدة حتى نعيش حياة صدقة وواقعية إذا أنت مزوج خليني أقول لعشرين سنة وكل يوم بترجع على البيت وبتعيش حياة عائلية طبيعية بتعمل كل وجباتك العائلية تجاه زوجتك تجاه أطفالك لكن عندك حياة سرية عائلتك ما بتعرف فيها زوجتك ما بتعرف فيها لما حقيقة حياتك السرية تنكشف لما حقيقتك بتنعرف لما أهل بيتك بيعرفوا أنه أنت كنت معيشهم بكذبه عشرين سنة أو حتى لسنة كل الزواج عشرين سنة زواج كل الزكريات يلي بنيتها مع زوجتك ومع ولادك مع عائلتك راح تصير مصدر شك ومصدر ألم وذكرى خداعة ما فينا ما فيك تبني على العشرين سنة من الكذب أي مستقبل أو أي شي بدوم أو حتى على كذبة وحدة ما فينا نبني أي شي على الكذبة الحقيقة وحدة هي اللي بتثبت الواقع على أساس صلب لكن الحقيقة كمان هي مصدر ألم كبير الحقيقة مصدر ألم كبير لما منتصادم معها لما حقيقتنا بتصطدم مع الحق الحق بيصير مصدر ألم لإلنا لما الحقيقة بتصطدم مع حقيقة فشلنا مع حقيقة عدم كفائتنا الحقيقة بتصير مصدر ألم لهيك وحدة النعمة بتصب كل قوتها على العلاقات النعمة بتفتح بواب للغفران النعمة بتخلينا نقبل الأشخاص على رغم ضعفاتهم النعمة بتخلينا نمشي لقدام وما نطلع لورا هيدا هو بكل بساطة إيماننا المسيحي هيدا هو الإيمان المسيحي مع الله نحن على علاقة الأبناء بالبي مع المسيح كلمة الله يلي فيه تجسدت بشكل كامل ومميز وفريد النعمة والحق بالمسيح تجسدت النعمة والحق بالمسيح نحن على علاقة مع المخلص والفادي والشفيع بإنجيل يوحنى والإصحاح الأول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كمل وحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا ونعمة فوق نعمة لأن النموس بموسى أعطيه أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار النعمة والحق بيسوع المسيح كلمة الله صار المسيح ما كان شاهد على الحق ولكن المسيح هو الحق بالوقت نفسه هو النعمة النعمة والحق بيسوع المسيح صار ومن ملئه نحن جميعاً أخذنا ونعمة فوق نعمة المسيح عاش الحق الكامل تكلم بكل الأوقات بالحق لما علم توبة للأنقياء القلوب لأنهم يعينون ملكوت الله تكلم بالحق وتكلم بالحق لما واجه يلي رفضوه إن لم تؤمنوا بي تموتون في خطياكم لكن الأهم أن المسيح عاش كل الإشياء يلي حكى عنها كل الإشياء يلي علمها عاشها عاش بالحق وحط كل مأييس الحياة بحسب الحق المسيح اجعل عالمنا حتى يعلن طبيعة الله الكامل طبيعة الله بالأداسة والحق الكامل وطبيعة الله بالنعم الكامل طبيعة الله بالحب الكامل والعدالة الكامل وما أحد مؤهل يعلن عن الله عن طبيعة الله إلا كلمة الله نفسه المسيح ليه؟ لأنه واحد في الطبيعة مع الله واحد في القدرة مع الله واحد في الإدراك والمعرفة مع الله بالمسيح منعرف مشيئة الله ومنحصل على خلاص الله لأنه المسيح عاش الحق وكان النعمة يلي رفعتنا فوق الموت وفوق الدينوني وكان هو الثمن عن كل خطيانا كان هو ثمن انفصالنا عن الله الجسر الوحيد للرجوع لالله هو صليب المسيح هيدا النعمة مش بس بترجعنا لعند الله لكن واحدة بتقدر تغيرنا لأنه بتسمح لنا أنه نتواجه مع حقيقة قلوبنا النعمة بتواجهنا مع حقيقة قلوبنا لأنه بتعطينا مساحة بتعطينا مساحة أنه نغلط النعمة بتعطينا مساحة أنه نغلط وبتقبلنا بتعطينا مساحة أنه نعبر عن طبيعتنا الإنسانية يلي مش ممكن تخلينا نعيش حياة من دون أخطاء الفيلسوف الدنماركي كيركغارد بيقول أنه المسيح ما إجا يملي علينا قواعد ووصايا لكن المسيح إجا يكشف نوايا قلوبنا ويغيرها الأنوني اللي عطانا يا الله من خلال موسى الأوانين الوصايا لما منقراها ومنشوف كم صفحة بالعهد القديم وكم مكتاب مرعبة هيدا الأنون والوصايا مرعبين لأنه بكل لحظة بيهددونا بكل لحظة فيه عقوبة بتترتب على الغلطة كل غلطة وإلها ثمن العين بالعين والسن بالسن والقاتل يقتل الأنون ما فيه حياة لكن فيه فايد من الرعب موسى لما وقف قدام الجبل يلي غطى الضباب غطاء الضباب بمحضر المجد الإلهي قال أنا مرتعب ومرتعد كل مؤمن لما بيوقف قدام الله لما بيعترف بحقيقة قلبه حقيقة الحسد الحقد الغضب الخداع الأنوني الضغيني يلي بقلوبنا وقدي عنا أدرة أنه نعمل الشر لما نوقف بمحضر الله بصدق نشعر برعب لكن بمحضر المسيح منعرف أنه عنا نعمة مجانية تبررنا قدام الله عنا نعمة مجانية تفدينا قدام الله بتفدي أسوتنا وبتفدي غبائنا وبتقدر تواعينا تواعينا أنه في رجاء لحياتنا فينا نبلش من جديد فينا نحاول فينا نغفر لنفسنا الله غفر لنا بالمسيح مهما منمرق بشك أو ثورة أو غضب أو حتى انحدار للهاوي لهاوية الأخلاق أو أي هاوي نقدر نقل له يا رب أعين عدم إيماننا لأنه المسيح واقف بيننا وبين الله بيعكس بره على حياتنا وفينا نقل له يا رب علمنا أو مثل مصرخ الأعمى ارحمني يا ابن داود قدام المسيح منعرف أنه فينا نشيل قناع الكمال المزيف وفينا نشيل كل الزيف ومحاولات الأرضاء وفينا نكون مثل ما نحنا مش بس نكون مثل ما نحنا نكون مثل ما نحنا ومنعرف أنه مقبولين ومنعرف أنه عنا أمل أنه نتغير هايدي هي النعمة يلي بترفعنا بالمطرح يلي نحنا فيه قدام نعمة المسيح ما فينا نخبي حقيقتنا وما منخاف أنه نبين حقيقتنا مع المسيح ما في رعب الإيداني ما في عار الشعور بالزنب لكن فيه كرم النعمة فيه سماحة النعمة لأنه المسيح وحده مؤهل يحمل كل أحمالنا برسالة لأهل تيتس والإصحاح التاني منشوف أنه النعمة ما بتعني أبدا الاستخفاف بالوصية يعني النعمة بتعطيني بطاقة خضرة أنه أعمل يلي أنا بدي النعمة بتعطيني فرصة أنه أتقاعد روحيا أطلع على المعاش وأصرف من مخزون النعمة يلي خزاني إياها الله بالمسيح في عندي رصيد بالمسيح من النعمة فيني ارتاح وأصرف من هذا الرصيد النعمة لها هدف وهي أنه تعلمنا برسالي لأهل تيتس نقرى لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا ظهرت النعمة معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوة في العالم الحاضر النعمة منى بس لهيدا العالم ومنى عالم من الأحلام والفنتزية عمولي اللي بدك يا وانت بخير اللهم سيج حولك كل خطيئك بالنعمة وين موقعت اللهم سيج حولك بالنعمة حتى الطفل صغير بيقدر ما بيقدر يفكر بهيدا الطريقة الطفل صغير بيعرف أنه هيدا مش صحيح وأنه كلنا كل أعمال منعملها إلها نتائج حتى الطفل صغير بيعرف لكن النعمة هدفها أنه توعي قدرتنا على التفكير والتمييز توعي قدرتنا حتى نفكر أنه فينا نكون أفضل وفينا نتغير ولازم نسعى أنه نكون أفضل النعمة بتشفي جروحنا وبتحضننا وبتعطينا قوة أنه نكون قد المسئولية ما نهرب من المسئولية النعمة أنون لكن أنون شافي ومغير بالعهد القديم مثل ما قالت كان لازم نقرأ ونحفظ مئات الصفحات حتى نعرف شو لازم نعمل وشو مش لازم نعمل حتى نرضي الله شو فينا نعمل حتى نستميل الله شو لازم نعمل حتى الله يلاحظ وجودنا لكن مع المسيح بكفي أنه تآمن بمحبة الله وعطية أو هدية الخلاص المجاني بنقرأ كمان برومي الإصحاح أربع والعدد خمسي وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا الله يبرر الفاجر هذه كلمة كتير صعبة ما أحدا مننا يحب يفكر بنفسه بهذه الطريقة الله يبرر الفاجر خاصة كمان بالزمن يلي نحن عايشين فيه كل الرسائل يلي نتلاقيها اليوم عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وطبعا كلها مبادئ جوهرية والضرورية لحياتنا وما فينا نعيش من دونها لكن بتخلينا نفكر أنه ما فينا إلا الخير مش محتاجين لالله والإيمان مين محتاج للإيمان مش محتاجين لحدا أكبر مننا أصلا ما في حدا أكبر مننا ما في حدا خارج ذاتي أكبر من ذاتي مش محتاجين حدا ينظفنا لأنه فينا ننظف نفسنا لكن الواقع الحقيقة تجارب حياتنا حياتنا المكركبة بحد ذاتها بتعلمنا أنه ما منملك قدرة الصلاح ولما منفوت بطريق الشر ما منقدر نخلص حالنا ومنستسهل لما منفوت بطريق الشر بطريق الأزية بطريق الهلاك بطريق الدمار منستسهل أنه نعيش حياة الفوضى لأنه ما منعرف نرتب حياتنا وما عنا لقدر أنه نرتب حياتنا لكن بمعونة الروح الأدوس بقدرة الله منقدر نعيش حياة نظيفة ومستقيمة حياة فيها اتجاه واضح ومسمر ومنقدر نطلع من الفوضى على حياة منظمة على حياة الهائمة الله يبرر الفاجر الله يبرر عديم الإيمان عديم التقوى لما يؤمن لمجرد أنه نؤمن لأنه المسيح ما إجا حتى يدين لكن حتى يعطي حياة ما في أسهل من الدينوني ابنك في دينك لما بتقع بالغلط وغلطك بينكشف ابنك بدينك الدينوني سهلي المجتمع سهل أنه يدينك الدولة سهل أنه الدينك الوصي والأنون فيش أسهل منهم أنه يدينك كل شي حوالينا مؤهل أنه يديننا ويسجننا كل شي حوالينا مؤهل أنه يسجننا بعذاب النفس وعذاب الضمير ولكن مش مين مكان ما حدا بيقدر يعطينا حياة أو يأهلنا للحياة فقط إله الحياة بيقدر يعطينا حياة وبيقدر يجدد حياتنا بيقدر يرفعنا من الهوة بيقدر يغير شهوات قلبنا حتى شهوات قلبنا الرب قادر أنه يغيرها ويعطينا القوة أنه نختار طريق نظيف بالحياة إذا هذا هو احتياجك اليوم تغيير شهوات قلبك يلي مسيطرة عليك أنك تطلع من الهاوية يلي أنت فيها ومش قادر أنك تعيش حياة نظيفة مش قادر وحدك يقوله يا رب أنا محتاج أنه اختبر هيد النعمة نعمة الإيمان نعمة التوبة نعمة عمل روحك القدوس بقلبي بظروفي الباب مفتوح يا رب دخل على حياتي بحسب ما شئتك الصالحة دخل على حياتي يا رب بكل قول نحن معوديين على عدالة قلوبنا دايما مشغولين بإدرتنا على الصلاح أو بعجزنا عن الصلاح ومنفكر أنه في شي جواتنا هو يلي بيخلينا نستحق أو ما نستحق أنه الله يشوفنا خداعنا ما بيحجو بقلوبنا عن الله ضعفنا ما بيحجو بقلوبنا عن الله تلاعبنا تلاعب يلي من مارسو على كل الناس ما بيخفي زيفنا عن عين الله ما بيخفي كبريئنا وما بيخفي خوفنا عن معرفة الله الواسعة الله بيعرف كل شيء وبيعرف قدي نحن محتاجين لرحمته قدي نحن محتاجين لعمل النعمة بحياتنا النعمة بحياتنا إلها هدف تاني مش بس أنه توسع معرفتنا بنفسنا بالنعمة بصير بعرف نفسي وبصير بعرف العالم بصير بعرف حقيقة الله مش بس بتغير أو بغير اتجاه رغباتي النعمة مش بس بتغير اتجاه حياتي لكن النعمة لها هدف تاني أنه تخلينا نصير امتداد لنعمة الله بحيات الآخرين النعمة بتخلينا نشهد للنعمة وبتخلينا نعمل أعمال النعمة بحياة الناس لما الله بيرحمني بتعلم ارحم لما الله يعطيني مصدر مساعدي وبشعر بالفرج بقدر حس بإحتياج الناس وصير أنا استخدم مصادري طاقتي قوتي الخيري اللي عندي حتى ساعد الناس لما نعمة الله بتشتغل فينا بتخلينا نحب حالنا بتواضع ونقبل نفسنا متل ما الله قبلنا كشي ثمين له قيمة كبيرة هاي دي النعمة بتزيد قدرتنا أنه نتعاطف أنه يصير عنا تحنن على الناس كل واحد فينا بيعرف أنه لما قلبنا بيفيد بالحب لما قلبك بيفيد بالحب بتتمنى الحب لكل الناس وبتقدر تحب كل الناس لكن إذا ما كنا سعدة مع أنفسنا شو بيصير منصير بس ناطرين حالنا على أي غلطة ومش بس حتى لما منغلط دايما عم ننتقد نفسنا وبيزيد انتقادنا للآخرين كل ما زاد انتقادنا لنفسنا بيزيد انتقادنا للآخرين إذا نحن مشغولين بإيدانة نفسنا عم ندي نفسنا هذا غلط هذا كان لازم تعملوا أفضل هذا مش صحيح منصير أكثر إيداني للآخرين ما في شيء بيعجبنا شو ما عملوا عملوا الناس لقلنا أو حولينا ناقص وما بيكفي منصير ننتقد كل شيء وكل الناس لما نعمة المسيح بترحمنا وبتقبلنا نقدر نتغاضى عن ضعفات الخطاط عن ضعفات الناس الضعفاء ومنقدر نوقف حدهم ونسندهم ونرفعهم حياة الأداسة بتبلش من قبول النعمة وأعطاء النعمة للناس يلي حولنا شو هو عمل النعمة؟ كيف نعمل عمل النعمة كل الأوقات؟ كل الأوقات بكل بساطة عمل النعمة هو أنه نحن نكون دايما جاهزين تكون قلوبنا مفتوحة وفكرنا مفتوح بليونة وبمحبة للحظة يلي منواجه فيها أي موقف أي لحظة منواجه أي موقف النعمة بتعني أنه أنا مستعد أنا مستعد للأمانة أنا مستعد للصدق مستعد أنه أقول يلي عندي إياه بصدق وبيهدف أنه حل المشكلة ومستعد أنه أسمح للشخص التاني أنه يحكي كل شي بقلبه ومستعد أنه ساعده ما يخاف من الحقيقة بالنعمة أنا مش خايف من الحقيقة ومش خايف أنه الآخر يفرجيني حقيقته هيدا أكبر عمل بتنجزه نعمة الله فينا وبيصير هو النعمة يلي فينا نتعامل فيها مع الناس علاقاتنا مع بعض لا يمكن أنه تنجح لا يمكن تدوم إلا إذا بنيناها على الحقيقة على الحقيقة يلي دايما بترافقها النعمة ومثل ما قالت هيدا بيعني أنه نعرف حقيقة نفسنا نسمح للآخرين أنه يقولولنا شو هني بيفكروا عنا شو أفكار عن حقيقتنا عمل النعمة كمان أنه نساعد الأشخاص أنه يشوفوا الحقيقة والواقع بمحبة لأنه كلنا منحاول نتخبع من الحقيقة ومحتاجين مرات أنه حدا يقلنا هيدا الحقيقة هيدا الواقع ولكن يقلنا إياها ببساطة وبمحبة بنعمة لما كلنا منتذكر أنه كل واحد مننا محتاج لمساعدة كل واحد مننا محتاج للمحبة كل واحد مننا محتاج للغفران كل واحد مننا محتاج كل يوم أنه الآخرين يتغاضوا عن أخطاءنا عن كلماتنا عن النواية يلي منفكرها أنه مخباي لكن الناس بيقروها بعيوننا بحركاتنا كلنا محتاجين أنه ناس يتغاضوا عن سخفاتنا إذا بتلاحظوا لما الواحد مننا بيتعب أو لما نكون عم نتعامل مع ظروف صعبة بحياتنا لعند مين منروح نطلب النصيحة أو المساعدة منروح لعند الأشخاص يلي عايشين بالحقيقة يلي حياتهم فيها استقامة منروح لعند الأشخاص حتى يساعدونا أنه نشوف الحقيقة وبنفس الوقت ما يدينونا بيقدروا يساعدونا ويسندونا ويشجعونا حتى نطلع نطلع من الظرف يلي نحن فيه ولكن بنفس الوقت ما بيخلونا نشعر بالنقص ما فينا نتخيل حياة من دون حقيقة من دون أي شيء ثابت صلب ما بيتزعزع لكن بنفس الوقت ما فينا نتخيل حياة من دون نعمة لأنه لما بنعجز أنه نعيش بحسب وصية الله العادلة الصادقة السابتي يلي ما بتتغير لما بنعجز نعيش بحسب الوصية محتاجين للنعمة فينا نعتمد على النعمة يلي صارت إلنا بالمسيح هيدا النعمة وحدة تعطينا رجاء ما فينا نكسب النعمة بالأعمال لأنه هي هبت الله المجانية لكن فينا نآمن بالنعمة وفينا نرتاح بالنعمة وفينا نفرح بالنعمة وفينا نقبلها من الرب لما بنقبل أنه المسيح كرز بسنط الله المقبولي أي بشرنا بزمن المصالحة والتوبة والغفرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر